تطور ملموس تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية في شتى المجالات بما يؤكد التوجه المشترك نحو تكثيف التعاون الاقتصادي بين الجانبين إلى آفاق أكثر رحبة الزيارة الرسمية المرتقبة التي سيقوم بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى روسيا الاتحادية تعد نقطة ارتكاز مهمة لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في حين ينتظر المستثمرون في كل البلدين قرارات مهمة إثر الزيارة لأسيما تنشيط التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين ولا يزال حجم التبادل التجاري بين الكويت وروسيا ضئيلا ولا يتنسب مع ما يمتلكه الجانبان من إمكانية ضخمة رغم العلاقات السياسية القديمة القائمة بينهما حيث لا تتعدى قيمة الواردات الكويتية من البضائع الروسية 52 مليون دينار كويتي طبقا لإحصاءات التجارة الخارجية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لعام 2013 فيما لا تتعدى قيمة الصادرات الكويتية إلى روسيا مبلغ 2 مليون ونصف المليون دينار كويتي للسنة ذاتها مما يشير إلى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع دائرة التعاون التجاري في المجالات كفة المستقبل ما زال يحمل العديد من فرص التعاون الثنائي بين الكويت وروسيا خصوصا في مجال الغاز الطبيعي المسل بعد انتهاء الكويت من تفيد وتجهيز العديد من المرافق الخاصة بالغاز الطبيعي المسل من مصانع التبخير إلى الموانئ والمرافق الأخرى اشتركوا في القناة